من المقرر أن تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات الأفغانية اليوم عن نتائج جزئية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي يأتي هذا في وقت يتبادل فيه المرشحون الرئيسيون الاتهامات بالتلاعب بأصوات الناخبين فيما أعلن عدد منهم فوزه في هذه الانتخابات صندوق الاقتراع هي تحفظ قبل الأعلان عن النتائج نهائية للانتخابات الرئاسية والمحلية في أفغانستان كل ذلك يدور في وقت تتزايد الاتهامات بين المتنافسين الرئيسيين حامد كرزاي وعبدالله عبدالله بحدوث عملية تزوير ورغم ذلك تصر لجنة الانتخابات المستقلة على أنه سيعلن رسميا اليوم عن النتائج الجزئية للانتخابات الرئاسية مقللة من شأن الشكاوى المقدمة إن لجنة الشكاوى في الانتخابات تعلن أنها طلقت 225 شكوى 35 منها يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات في بعض الدوائر ولكنها لن تؤثر على 6300 صندوق اقتراع في 34 محافظة هذا لن يؤثر على النتائج لكن هذه اللجنة تقول أن عدد الشكاوى التي تلقتها يفوق ذلك العدد وأن أكثرها يتعلق بملء عدد من صندوق الاقتراع بأصوات ناخبين مزورين وتشير التوقعات إلى أنه سيتم الإعلان عن ما بين 10 إلى 15% من الأصوات التي فرزت في خطوة لا يعتبرها المراقبون الدوليون ذات أهمية بالغة في هذه الأثناء حسم بعوث الأمم المتحدة إلى أفغانستان الناخبين والمترشحين على حد سواء بالتحلي بالصبر أناشد المترشحين والقائمين على حملاتهم الانتخابية وأيضا الناخبين بأن يتحلوا بالصبر والهدوء حتى يمكن للجنة الشكاوى القيام بعملها ويمكننا القول بأن العملية الانتخابية كانت ذات مصداقية ووستطباد للاتهامات لا يزال مؤيد الرئيس حمد كرزاي يصرون على أنه حصل على أكثر من 50% من الأصوات وهي النسبة التي تخول له البقاء في منصبه لولايات ثانية أما إذا فشل فسينتقل إلى مرحلة مقبلة وبالرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعربى عن ارتياحهما لسير العملية الانتخابية في أفغانستان إلا أن يوم الانتخابات لم يمر بسلام وانتهى بمقتل تسعة مدنيين على الأقل وأكثر من عشرة من رجال الأمن وفا زيان بي بي سي